اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع دعوات جماعات الهيكل المزعوم لاستباحته وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة وأغلقت العديد من الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة لتأمين وحماية جماعات المستوطنين المتطرفين خلال اقتحامهم للبلدة القديمة بالتجاه حائط البراق بدورها نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية باقتحامات المسجد الأقصى المبارك وطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس بقدسيته وتهدف إلى تهويده